منذ اجتياز روسيا لحدود اوكران غازية لم تكن هذه الحرب محصورة بالجغرافيا الاوكرانية بل تعدت مستوياتها وتفاعلت اطرافها لتنتقل المواجهة والحسابات الى اماكن اخرى بعيدة عن كييف لكنها تبقى جزءا من المعركة البيت الابيض يكشف مؤخرا واعتمادا على معلومات استخبارية ان روسيا لجأت الى ايران لتزويدها بمئة طائرات من دون طيار لصالح الحرب في اوكرانيا بما في ذلك الطائرات لاغراض قتالية وبهذا تكون ايران قد دخلت خط المواجهة بين روسيا وفي شمال الاطلسي النيتو ووقفت بشكل صريح الى جانب الروس في الحرب الدامية شرقية اوروبا وان صدقت معلومات البيت الابيض فمن المحتمل ان يؤثر تلقي الروس مساعدة من ايران على سلوكهم في سوريا فيما يتعلق بالضربات الاسرائيلية وبمعنى ادق ان تنحز موسكو لجانب طهران في الجغرافية السورية كمكافأة على دعمها العلني في حربها على كييف وهذا ما يعرض الية ما عرف بمنع تصادم للانهيار التي بدأ العمل بها في اعقاب التدخل الروسي في سوريا واهتاحت لتل ابيب حرية التحرك العسكري لاستهداف الوجود الايراني وهنا ما يثير مخاوف تل ابيب ويقيد حريتها في تنفيذ استراتيجيتها بضرب طهران وميليشياتها منذ الايام الاولى للغزو الروسي لكييف والكريملين جعل من سوريا ساحة من ساحات حربه مع الغرب وورقة للضغط والمساومات على اطراف الصراع السوري فهل تخرج الامور عن السيطرة بين موسكو وتل ابيب ام ان لبوتين رأيا اخر